سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد واهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة مختلف شوية لاني هعرفك فيه ازاي الحكومات بتقدر تعرف انك بتستخدم VPN ولا لا والسؤال ده سألوا صديقنا في تعليق منتدى القناة لما نزلت منشور اخباري عن ان المحكمة العليا في البرازيل حذرت منصة X اللي هي تويتر سابقا وقلت ان اي شخص او قالت يعني المحكمة العليا قالت ان اي شخص هيستخدم VPN عشان يفتح منصة X مرة اخرى هيحصل على غرامة قدرها 50 الف هيال برازيلي اللي هي عملة البرازيل اللي هي الهيال اي ما يعادل 440 الف جن مصري يوميا يعني 50 الف ريال 440 الف يوميا والسعر ده طبعا او سعر العملة ده من تاريخ هذا الفيديو عشان ما اطولش عليكم نروح بقى دلوقتي للشرح ونعرف ازاي الحكومة بتعرف انك بتستخدم VPN وطبعا بما ان حدثنا عن VPN يبقى لازم تعرف ايه هو ال VPN اساسا يعني ال VPN اختصار لكلمة Virtual Private Network واللي هي معناها شبكة خاصة افتراضية ببساطة ال VPN بيعمل نفق مشفر بينك وبين جهازك على الانترنت يعني هو بيعمل نفق بين جهازك وبين الانترنت وده بيديك طبعة اضافية من الخصوصية والامان وده طبعا شرح مبسط عشان تفهم بس ليه يتعمل ال VPN وكمان بيسمح لك تغير موقعك الجغرافي الافتراضي عشان تدخل على محتوى مش متاح في بلدك زي مثلا لو افترضنا يعني وده مجرد افتراض لو ان موقع اليوتيوب مش متاح في مصر تقدر تستخدم ال VPN عشان يكون موقعك في امريكا او تغير موقعك من مصر الى امريكا وانت ما زلت في مصر يعني عشان تقدر تتفرج على اليوتيوب وده يعني مثال بسيط ولذيذ يعني عشان تقدر تفهم انا اصدق ايه وده بالزبط وظيفة ال VPN طيب ازاي السلطات او الحكومات بتكتشف استخدامك لل VPN في كذا طريقة بتستخدمها الحكومات وهنشرحهم واحدة واحدة اول طريقة هي مرأبة حركة المرور او الترافيك على الشبكة يعني اللي انت فيها اللي ما تسمى بالNetwork Traffic Minitoring لما بتستخدم ال VPN كل البيانات بتاعتك بتتبيعة مشفرة لسيرفر ال VPN اللي انت متصل بيها قبل ما تتصل بالانترنت او قبل ما توصل الانترنت وزي ما شرحت لك في بداية الفيديو ان زي ما بيكون في نفق بينك وبين الانترنت لما انت بتستخدم VPN تمام فده بيضمن لك حماية وتشفير الحكومة ممكن ترائب حركة البيانات وتشوف ان في كمية كبيرة من البيانات المشفرة الغير قادرة على تتبعها رايحة يعني رايحة لعنوان IP معين معروف انها لسيرفرات ال VPN ده بيديهم مؤشر ان في استخدام فعلا تشفير ال VPN ودي الطريقة الاولى في طريقة اخرى وهي الاسهل والاسرع كمان الحكومات بتستخدمها وهي عن طريق حذر او حجب عنوين ال IP وهو ان الحكومة ممكن تكون عارفة شركات ال VPN سابقا ومعاهم IP خاص بالشركات دي بالتالي لو اتصلت ب IP من احد الشركات المسجنة مسبقا عند الحكومة او اللي الحكومة عارفاها ممكن بسهولة تحذر استخدامك لل VPN وتتتبعك لان الشركات ال VPN بتكون عاملة اتفاق مسبق يعني مسبق مع الحكومات لو يحتاجوا يعني يتتخلوا او يتتبعوك او يعرفوك انت منين يعني ودي طبعا طريقة للأسف مش كل الشركات يعني او الحمد لله مش للأسف يعني الحمد لله مش كل الشركات مشة فيها يعني يبقى الطريقة الثالثة وهي التعارف على انماط التشفير دي طريقة الحكومة بتتبعها عشان تتبع البيانات المرسلة عبر ال VPN لان ال VPN بتكون مشفرة بانماط معينة وتستخدم تقنية متقدمة الحكومات بتقدر تحلل البيانات دي وتشوف اذا كانت يعني متطابقة مع بروتوكولات تشفير معروفة زي open VPN او ويري جوارد ده طبعا يعني مجموعة من البرتوكولات المعروفة والمشهورة عالميا واغلب برامج الفتق يعني ال VPN وانا بقول اغلبهم بتستخدمهم يعني بشرح مبسط الحكومة بتبقى معاها مفاتيح اغلب قليات التشفير الخاصة ببرامج ال VPN بالتالي لو انت بتستخدم نمط محدد للتشفير الحكومة هتقدر تكسر التشفير ده لان هم معاهم بالفعل يعني المفتاح ومش شرط شركة ال VPN يعني بتكون هي اللي اعطت المفاتيح التشفير دي للحكومات وانما دي بتبقى صغراء لم يتم الكشف عنها ولن يتم الكشف عنها ويعني تسمى بالباك دورز بتستغلها الحكومات في كسر اغلب قماط التشفير مش فقط في ال VPN وانما في البرامج والايفون وحاجات كتيرة جدا كده ممكن نتكلم عنها ان شاء الله في موضوع اخر طبعا لده لو انتوا طلبتوه تحت في التعليقات اما عن الطريقة الرابعة وهي يعني معقدة شوية وهي تفتيش الحزم العميقة او بمعنى ادق اختصارها دي بي اي دي تقنية متطورة بتسمح بتحليل البيانات بشكل اعمق جدا بتقدر تكشف نوع البروتوكول المستخدم حتى لو البيانات المشفرة ممكن يعني تكتشف انها جاية من VPN بسبب شكل الحزم وطريقة يعني استخدمها وارسالها يعني باختصار لو انت متنكر هنعرف انك متنكر وهنجيبك برضو ده فكرة اللوات التفتيش العميق ودي مرحلة متقدمة جدا فقط الحكومات ذات القدرات العالية والمتقدمة في الاختراقات زي امريكا وروسيا وكوريا الشمالية يقدروا ينفذوها وقامت استقرابش كوريا الشمالية اللي هي بتاع تشينج وانج وانج ده من الدول المتقدمة جدا 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 بشكل لا تتخيل في الهاكر والاختراقات والامن السيبراني والحاجات دي كلها يعني ما يقرقش ان تسمع شائعات ان الدولة دي منغلقة عن نفسه اطلاقا اطلاقا لا الدولة دي متقدمة جدا في امور الهاكرز والكلام ده فانا حتى كمان لو حابين ان انا اعمل عنها فيديو اخر ان شاء الله قلولي اعملكم عنها فيديو اما عن الطريقة الخامسة اللي بعرفوا بيها انك بتستخدم VPN ولا لا وهي عن طريق مراقبة التسريبات احيانا حتى مع استخدام VPN طلبات الDNS يعني بتفضل تتصرب من خلال الشبكات العادية السلطات بترقب الطلبات دي ولو لقوا ان فيه تسريبات بيقدروا يعرفوا انك بتستخدم VPN ممكن حتى يعرفوا المواقع اللي انت بتزورها وبشكل خاص ده بيعتمد على البرامج اللي هي متصلة بشكل مباشر عن طريق الانترنت وحتى لو متصل على نفس الشبكة من جهاز اخر يعني شوف وصل التحدي يعني مثلا انت عندك جهاز اخر تليفون متصل بنفس حسابك فشافوا ان حسابك ده يعني بيصرب بيانات مشفرة وعندك الحساب الاخر او جهازك الاخر بيستخدم الانترنت العادي بتاع بيتك يعني انت ما بتستخدمش VPN بيقدروا يعرفوا حددوا مكانك بالزبط شفت الموضوع وصل لحد دي اما عن الطريقة السادسة وهي التعاون مع شركات الانترنت وخيرا نقول ان الطريقة دي متاحة اكتر في الغرب عكس اوطاننا العربية لان الحكومات العربية القمعية تتحكم في كل الشيء هتفكر يعني انه ما يسيبوا الانترنت في حاله معكيد لا طبعا لان الحكومات دي ممكن تطلب من الشركات الانترنت انها تبلغهم عن اي حركة مر مشبوهة او اي استخدام للVPN الشركات دي عندهم القدرة تشوف وتحلل البيانات اللي بتمر من خلالها لاني انا اللي بديك المصدر فبالتالي انا عندي قدرة اني اعرف اللي هو الفيديو بتاع هل البيان امان ولا لا وتقدر ترجع للفيديو ده ان شاء الله سيبه لك تحت في الوصف وحتى ممكن يصل الامر لاكبار شركات البيان وطبعا دلوقتي انا بتكلم بقى على الدول الغربية لانهم معلمين في الحوار ده للاسف يعني برضو عندهم الديكتاطرية ما شاء الله بس انا بتكلم بشكل خاص على النقطة الاولى اتكلمت على الهي الاوطان العربية دلوقتي بقى بتكلم على علام كله حتى الشركات الغربية زي امريكا وغيرهم اللي هما عندهم الكسبة الديمقراطية دي اللي هما بيقولوا عليها يعني يعني حتى ممكن يوصل الامر انك تجبر شركات الفي بي ان او شركات الانترنت على التعاون معاك بالعافية او بالزوق بغض النظر بقى ان كنت انت مسلا في وطن عربي او وطن اجنبي عافية زوق انت يعني للاسف هتتعاون معنا عشان لو احنا يعني محتاجين يعني نجيب شخص محدد او بعينه يعني باختصار صديقه مفيش حاجة اسمها امان بنسبة مية في المية حتى لو كنت من عتولة الحماية في العالم استحالة تكون محمي بنسبة مية في المية وطبعا دي رسالة احبه يعني اوصلها لبعض الشباب او القنوات اللي احيانا الجلالة بتاخده يعني وتقول له يا حبيبي انت كده مش محمي انت كده يقولك ايه لا يا رجل يا بستخدم متصفح طور وعمل بريج اللي هو جسر يعني ولسه يعني عارف الحاجة دي دلوقتي بس طبعا ده طبيعي للأسف الانسان لما بيكون جاهل بالشيء ويعرف معلومة جديدة بيتفخر بيها ان هو عارف الحاجة اللي محدش وصل لها قابله بس احنا وصلنا من زمان وقعدنا وعششنا ونقلنا كمان فبس خلاص ده كان نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك واستفدت مني ولعجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك اشترك في القناة وتفعل الجرس وطبعا اتمنى تتماني على حسابات الشخصية على الفيسبوك هساب لك تحت في الوصفة حسابي الجديدة على الفيسبوك في اول تعليق اللي هو التعليق المثبت وبرضو يعني قناتنا على تلجرام برضو هسيبها لك تحتي في التعليق وشككم بإذن الله فيديو جديد ومعا السلامة